موسيقى منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين المؤتمر الوطني ومجلس نواب يتفقان على اعلان مبادئ لحل الازمة ينص على العودة الى الدستور السابق وتهيات المناخ لانتخابات تشريعية في مدة اقصاها سنتان اشتباكات بالقرب من محطة الخمس البخارية واصابة احد الخزانات والشركة العامة لكاربا تقول ان الاشتباكات ادت الى وقوع اضرار بالمحطة وتوقف وحدات انتاج الطاقة عن العمل مقتل شابين في منطقة العزيزية اثر محاولة مجموعة مسلحة السطوة على سيارتهما ووفد من بني وليد يتوسط للمصالحة بين ورشفانا والمدن المتضررة من اغلاق الساحلي اهلا بكم ما وقع وفدان من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب في تونس على اعلان مبادئ لحل الازمة الليبية وذلك عبر الاحتكام لدستور 63 وتنقيح مواده من طرف لجنة مشتركة من اعضاء الجسمين لكي يتماشى وطبيعة المرحلة المؤتمر الوطني رأى في الاتفاق خطوة نحو الاتفاق النهائي الان الاراء تباينت داخل اروقة مجلس النواب بين من اعتبر ان الاعلان سيكون ورقة ضغط على كل الاطراف للبدء في المسار الانتقالي ومن ذهب الى ان هذا القرار لا قيمة حقيقية له ولا يمثل مجلس النواب التقرير الاتي يستعرض عددا من المواقف تجاه هذا الاعلان التاريخ الخامس من ديسمبر 2015 المكان العاصمة التونسية وفد من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب وقعان اعلان مبادئ لحل الازمة في البلاد يقوم اساسا على الاحتكام الى دستور 63 وتشكيل لجنة مشتركة من عشرة اعضاء من الجسمين لتنقيح الدستور بما يتفق وطبيعة المرحلة في مدة اسبوعين من تاريخ اعلان الاتفاق رئيس اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام عمار بوليفا اعتبر ان مبادئ الاتفاق جاءت ثمارة للحوار الليبي الليبي مشيرا الى ان العودة الى دستور سنة 1963 يحل المسألة التشريعية التي كانت محطة خلاف بين طرفي الحوار من جهته ذهب النائب الاول رئيس المؤتمر الوطني العام عواض عبدالصادق الى ان المؤتمر الوطني ومجلس النواب حققا بهذا الاتفاق قفزة نحو حل سياسي ينطلق من قاعدة سليمة وتوازن تشريعي ندشن خطوة بل اقول انها قفزة وليست خطوة في المسار الصحيح لتحقيق حل سياسي يقف على قاعدة سليمة ينطلق من توازن تشريعي باذن الله ولان رأى المؤتمر الوطني ان هذا الاعلان يمثل خطوة نحو الانتفاق السياسي فان عضو مجلس النواب ابراهيم عميش اكد انه سيكون ورقة ضغط على كل الاطراف للبدء في المسار الانتقالي نحن الان قد وقعنا بيان او اتفاق تفاهم نحن نعلن عنه ولكن تنفيذه ان شاء الله سيتم بعد اعتماده من كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني لكن يبدو ان هناك تباينا في الاراء داخل ارويقة مجلس النواب حول هذا القرار الموقع حيث اعتبر عضو المجلس فهم التواتي انه لا قيمة حقيقية لهذا الاعلان نظرا لان الختم يخص لجنة المصالحة ولا يمثل مجلس النواب ان ما تم توقعه في تونس او ما يسمى بالمبادرة او بالاتفاق والبيان حقيقة الى حد الان ليس له قيمة حقيقية وواقعية لان السيد ابراهيم عميش هو رئيس لجنة المصالحة وثيقة اعلان المبادئ المواقع سب تونس ولان اختلفت حولها الاراء فانها اوكلت للجنة مشتركة مهمة المساعدة في اختيار رئيس حكومة الوفاق ونائبين له يمثل احدهم المؤتمر الوطني والاخر البرلمان على ان يشكل رئيس الحكومة ونائباه رئاسة مجلس الوزراء وتهيئة المناخ لانتخابات تشريعية في مدة اقصاها سنتان وقد اعتبر رئيس اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام عمر ابو ليفا مبادئ الاتفاق جاءت ثمرة لحوار الليبي الليبي مشيرا الى ان العودة الى دستوري 63 تحل المسألة التشريعية التي كانت محطة خلاف بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب طبعا الاعلان المبادئ هذا يعني يجسد الرجوع الى دستور الليبي السابق اللي هو دستور 51 المعدل سنة 1963 هذا الدستور اللي يحل المسألة التشريعية اللي كانت بيت القصيد واللي كانت موطن الخلاف فعلى اساس انها تكون من غرفتين غرفة يمثلها المؤتمر الوطني العام والغرفة الاخرى يمثلها مجلس النواب في غضون ذلك فاد عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام سلمانك جام بان الاتفاق الذي تم توقعه في تونس بين المؤتمر ومجلس النواب هو خلاصة مبادرات عديدة للوصول بليبيا الى دولة ديمقراطية على حد تعبيره هذا الاتفاق كمحصلة او كنتيجة لمبادرات عديدة وكالحاح من اعضاء المؤتمر الوطني حلقا من هذا الجانب الذي انا فيه ومن مبادرات من الشعب الليبي سواء كانت مبادرة الجادة او مبادرة تعيان وشيخ برقة او لجان الوليوط العاقة او مؤتمرات الوطاق في مصراتة وفي ذريان وقال رئيس اللجنة التحضيرية للجنوب لبيفر جزوين ابرز العناصر التي تضمنها اعلان المبادئ الموقع بين المؤتمر الوطني والبرلمان العودة الى الشرعية الدستورية حسب وصفه من اهم عناصر هذا الاتفاق وهو الرجوع للشرعية الدستورية والدستور المعدل في 63 وايضا تشكيل لجنة هذه اللجنة مهمتها لتشكيل حكومة توافقية هذا واعتبر عضو المؤتمر الوطني العام عبدالقادر حويلي في برنامج العاشرة ان وصول وفدين على المؤتمر الوطني ومجلس نواب الاتفاق سياسي في تونس يجمد حسب وصفه المقترح الاممي موضحا انه اذا جرى التصويت على هذا الاتفاق في كل من طرابلس وطبرق ستعود السيادة الليبية لاصلها وفق تعبيره ننتظر التصويت على هذا المقترح خلال الاسبوع هذا او الاسبوع القادم اذا تم التصويت عليه فنبدأ بداية جديدة ليبية ليبية برعاية اممية على حسب قرار مجلس الامر لا نريد تدخل لا نريد وصاية نريد ارجعنا في هذا الاتفاق الحل الليبي الليبي ارجعنا السيادة الليبية لاصلها نعم عبر عدد من النشطاء خلال وقفة امام مقر المؤتمر الوطني بطرابلس الاحد عن دعمهم للمضي قدما في مقترح الاتفاق السياسي ودعى النشطاء اعضاء المؤتمر الى توقيع الاتفاق الذي سيمثل حسب رأيهم بداية لحل الازمة في ليبيا هذه الرسالة اتمنى ان تصل الى اعضاء المؤتمر الوطني العام اعضاء فريق الحوار لا بد من ان تقدموا التنازلات لاجل الاجيال القادمة ومن هنا رسالة اخرى الى الاطراف الليبية كافة قدموا التنازلات من اجل مستقبل واعد جاءنا هنا وقوفا ودعما لأعضاء المؤتمر الاعتدلين لكي يستطيعوا يتمكنوا من عقد هذه الجلسة او من الموافقة على تشكيل الحكومة وايضا لدعم اطراف الحوار في السعي قدما نحو اقرار الاتفاق ضروري من انجاز حكومة التوافق وهذا اللي بيها الليبيين كلهم الى ذلك عربت المنظمة العربية لحقوق الانسان في ليبيا عن ارتياحها وترحيبها باعلان المبادئ الذي توصل اليه المفاوضون الليبيون في العاصمة التونسية للتمهيد الاتفاق وطني وقالت المنظمة ان اهم ما يميز الاعلان انه جاء بارادة الليبية وطنية دون تدخل دولي وانه يؤسس للعودة الى العمل بدستور الليبي السابق تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية في البلاد للتأسيس لبرلمان في غضون عامين كما يؤسس لتشكيل لجنة بالمناصفة بين الطرفين للتوافق على تشكيل حكومة وطنية لادارة شؤون البلاد كما حثت المنظمة جميع الاطراف الليبية على دعم الاتفاق لوقف التدهور الحاصل وتأمين مسار التقدم باتجاه خطة انتقالية واقعية وقد التقى الوفدان لذان يمثلان المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب رئيس التونسية الباجي قائد السبسي وقد أكدت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية أن الوفدين أحاط السبسي علما بإعلان مبادئ الاتفاق الموقع يوم السبت لحل الأزمة الليبية كما أكدت رئاسة الجمهورية التونسية نتونس ترحب بكل خطوة تساعد على إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتمكنها من استرجاع وحدتها وسيادتها كما تؤكد أهمية الالتزام بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة وتدعو كافة الأطراف الليبية إلى التوصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر من أجل الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني ورأى الناشط السياسي أشرف الشح في نشرة سابقة أن الاتفاق الموقع بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام هو مجرد ذر رماد في العيون على حد تعبيره لأنه جاء في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن الاتفاق السياسي سيوقع خلال أيام بحسب قوله لا يعد ما تم الإعلان عليه بالأمس لا يعد مجرد إلا مجرد ذر للرماد في العيون والحقيقة أستطيع القول أنه كذب على المواطنين الليبيين لأنه جاء في توقيت علم فيه المعطلين من الجانبين وهم رئيس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤتمر أبو سهمين أن الاتفاق السياسي بالرعاية الدولية سيتم التوقيع عليه خلال أيام وفي سياق ذي صلة أكد رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا مارتين كوبلار أن الاتفاق السياسي الليبي هو الأساس لإنهاء الصراع في البلاد قائلا أنه يحظى بدعم من أغلبية مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام وطلب كوبلار جميع الليبيين بدعم هذا الاتفاق الذي تم توصل إليه بعد أكثر من سنة من المفاوضات داعيا أطراف النزاع إلى التوقيع عليه بأسرع وقت ممكن وأضاف المبعوث الأممي أن هذا الاتفاق سيكون الضامن لوحدة ليبيا والمنطلق الذي على أساسه يمكن محاربة ما سماه الإرهاب ومعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور على حد تعبيره قائلا أن مؤتمر روما القادم يمثل فرصة لإظهار تصميم المجتمع الدولي على حل الأزمة الليبية أكد المشاركون في ملتقى دعم الاتفاق السياسي ومخرجاته في بيان لهم مساء أمس الأحد أن حل الأزمة يتم عبر توحيد البلاد في ظل وجود حكومة موحدة دعوة كافة الأطراف السياسية في ليبيا للتوقيع فوراً على الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لاستكماله ووضعه موضع التنفيذ دون تأخير نضع كافة الأطراف السياسية أمام مسؤولياتها التاريخية ونحملها مسؤولية ما آلت إليه وما قد تؤدي إليه الأوضاع وما ينتج عنها من تداعيات خطيرة على الوطن والمواطن قال النطق باسم الحكومة المصغرة محمد إسماعيل في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد إن من أولويات الحكومة المصغرة بناء دولة القانون وتوفير الخدمات أو توفير الخدمات الصحية والتعليم ومحاربة ما يسمى الإرهاب متى توفرت الميزانيات المرصودة لها نطلب من المؤتمر الوطني العام العمل على حث مصرف ليبيا المركزي وديوال المحاسبة على ضرورة التعامل مع هذه الحكومة على أساس أنها حكومة أزمة وبالتالي تسهيل الإجراءات ذات العلاقة بالصرف على الأزمات والمختنقات وبسط الأمن والمجاهرة به ولتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطنين ميدانياً أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة الخمس ميلاد برابح اندلاع اشتباكات بالقرب من محطة الخمس البخارية وأضاف برابح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الأنباء الأولية تفيد بأن اشتباكات بين المجلس العسكري الخمس وكتيبة شهداء الحق تأتي في إطار المحاولات التي يقوم بها المجلس العسكري من أجل تأمين المدينة كما أشار رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة الخمس إلى إصابة أحد خزانات محطة الخمس البخارية نتيجة الاجتباكات إلى ذلك قالت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها أن الاجتباكات المسلحة في محيط مجمع الخمس لإنتاج الطاقة الكهربائية أدت إلى وقوع أضرار بالمحطة وتوقف وحدات إنتاج الطاقة عن العمل وأشار البيان إلى فقدان ما يقرب من خمسمائة ميجاوات من الطاقة الانتاجية للمحطة بسبب تعرض خزانات الوقود إلى إصابات بليقة ومباشرة واندلاع نيراني فيها وأضاف البيان أن توقف إنتاج الطاقة في المحطة سيؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق والمدن الليبية أفد مصدر أعلمي في مدينة جدابيا بقيام الطيران التابع لحفتر بقصف أحد المزارع جنوب المدينة الأحد دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية وأوضح المصدر أن عدد الغارات التي شنها طيران حفتر على جنوب مدينة جدابيا خلال الأسبوعين الماضيين بلغ ثمانية غارات استهدفت مزارع لمواطنين وورشا أسفرت عن مقتل عاملين مصريين وجرح ثلاثة سودانيين فضلا عن مقتل أحد أعضاء مجلس شورى ثوار جدابيا كما تسببت في خسائر مادية أكد نطق باسم موديلية الأمن الوطنية الزاوية نبيل بوزواي مقتل شابين من مدينة غريان في منطقة العزيزية إثر محاولة مجموعة مسلحة الصطوة على سيارة كانا على متنها أثناء مرورهما في المنطقة وأضاف بوزواي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن فرع الهلال الأحمر بورشفانة قام بتسليم جثتي الشابين إلى مستشفى غريان مباشرة مشيرا إلى فرار المجموعة المسلحة بعد قتل الشابين كما نوه بوزواي إلى وجود إصابات مباشرة في الرأس وأنحاء المتفرقة من جسدي الشابين في سياق الناخر كدى بوزواي أن وفدا من بني وليد يضم 12 شخصا من أعيان المدينة سيمثل الطرف المفاوض بين المدن المتضررة من إغلاق الطريق الساحلي وورشفانة وأشار بوزواي إلى أن الوفدة قام بزيارة مدينة الزاوية يوم الجمعة واطلع على مطالب المدن الأحدى عشرة المتضررة مشيرا إلى أن الوفدة موجود حاليا في وورشفانة من أجل الاستماع لمطالبهم وأشار بوزواي إلى وجود رغبة لدى جميع الأطراف للمصالحة وحقن الدماء وإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وباقي مدن المنطقة الغربية مرورا بمنطقة وورشفانة نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل بعد أن كانت عرضة لزحف الأعشاب حملة تنظيف وتشجير لمدينة لفدة الأثرية المؤتمر الوطني ومجلس نواب يتفقان على إعلان مبادئ لحل الأزمة ينص على العودة إلى الدستور السابق وتهيئة المناخ لانتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان اشتباكات بالقرب من محطة الخمس البخارية وإصابة أحد الخزانات والشركة العامة للكهرباء تقول أن الاشتباكات أدت إلى وقوع أضرار بالمحطة وتوقف وحدة إنتاج الطاقة عن العمل مقتل شابين في منطقة العزيزية إثر محاولة مجموعة مسلحة السطوة على سيارتهما ووفد من بني ليديا توسط للمصالحة بين ورسفانا والمدن المتضررة من إغلاق الساحلي أهلا بكم مجددا أجلت محكمة استناف طرابلس في جلستها أمس الأحد جلسة محاكمة سعدم عمر القذافي ومحمد عبدالله سنوسي إلى السابع من فبراير القادم وأرجعت المحكمة سبب التأجيل إلى أن السجل المدني والمستشفى الطبي في بنيوليد لم يقدم لنيابة العامة معلومات حول مصير المتهم الثاني فيما إذا كان على قيد الحياة أم لا كما قررت المحكمة استمرار حبس الساعد القذافي حتى موعد المحاكمة في فبراير القادم وكلفت نيابة العامة بالانتقال إلى السجل المدني في بنيوليد من أجل معرفة مصير محمد عبدالله السنوسي المحكمة تقر تأجيل جلسة سبعة اثنين 2016 لتنفيذ قرار المحكمة السابق مع تكليف النيابة العامة بالانتقال إلى مكتب السجل المدني بنوليد والمستشفى الطبي هناك وذلك للبحث في عين مكان لبيان ما إذا كان متهم الثاني قد توفي وقيد حالة وفاته من عدمه مع سمرار حبس المتهم تشهد مصارف مدينة غات هذه الأيام نقصا في السيولة نتيجة إغلاق معظم الطرق المؤدية إليها الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ الصفوف أمام المواطنين عند وصول الأموال إلى المصارف تفاصيل أوفى عن طبيعة العمل بمصارف مدينة غات نستعرضها في سياق هذا التقرير في كل مرة يسمع فيها مواطن مدينة غات بالجنوب أن بأن تفيدوا بتوفر السيولة النقدية في مصارف المدينة فإنهم يصارعون إليها من أجل الحصول على مرتباتهم مما أدى لوجود اكتظاظ وتدافع بين زبائن المصرف خوفا من نفاذ النقود قبل أن يتمكنوا من سحب أموالهم خاصة وأن السيولة تستجلب مرة أو مرتين في الشهر نحن هنا في غاية ننشو في حالات مأساوية خاصة من شح السيولة إضافة إلى هذا أن هناك مصرفين بس في المنطقة يعني والسيولة تجي يمكن مرة في الأسبوع يمكن شهر ما تجيش حتى لما جي السيولة ضروري تنوض من الساعة 6 زحمة في المصرف وفي ظل الظروف الخاصة التي تعيشها المدينة من غلاء الأسعار الذي وصل ثلاثة أضعاف وبودغات عن باقي المدن الليبية يرى بعض المواطنين أن الحالة الوحيدة لأزمة السيولة في المدينة وتوفير الأموال بشكل نسبوعي وبكميات كبيرة أنا أقرح أن أقرح أن أقرح أن أقرح في الزحمة هذه في المصرف في السفة عام في تطرقات التحديد في الأخص في توفر السيولة في مدينة السيولة في مدينة السيولة أو على قدر أن كل أسبوع تكون تجي السيولة قضية أو تطيرها قبلة بالسيولة إدارة المصرف بدورها قالت أن مشكلة نقص السيولة تعود لقطع طريق بارغات بالسبب الاقتتال الدائر في المنطقة منذ مدة إضافة إلى قيام أصحاب المحلات والتجار بصرف الأموال للمواطنة وزيادة مبلغ مالي بخيمة عشرة دانانير عن كل سك ويعتمد سكان مدينة غات احتماداً أساسياً على المرتبات التي يتلقونها من الدولة حيث ينتظر المواطن نهاية كل شهر وصول مرتبه للمصرف من أجل إعالة أسرته مدينة لبدا إحدى أكثر المدن الآثارية ثراء في ليبيا لكن عدداً من الآثار فيها بات عرضة لزحف الأعشاب وهما حدا بمجموعة من الشباب إلى تنظيم حملة لتنظيف تلك المواقع وتشجيرها التقرير الآتي يرصد جهود عدد من منظمات المجتمع المدني في تنظيف الموقع الآثري بلبدا بعد أن غزت أبنيتها وشوارعها الأثرية لأعشاب البرية استغل عدد من منظمات المجتمع المدني وفوج كشاف الخمس مناسبة اليوم العالمي للتطوع لإطلاق حملة تنظيف وتزين مدينة لبدا الأثرية متطوعون من عدة منظمات ومناطق جاءوا إلى المدينة منذ الصباح لإزالة غطاء الطبيعة الذي حجب عبق الماضي وسيرة الأباطر الذين حكموا مدينة تعتبر من أكبر المدن الأثرية في العالم جاءنا نحن مجموعة شباب نقوم بعملية تنظيف مننا الغرس ومننا نحن نبقى نطور من المدينة وأن الصغار يأتي هنا لقدام ويحاولون أنهم يزرعوا ويأخذوا مننا البادرة الجيدة المدينة تترك في قلب كل زائرها طابعا خاصا فرغم الأجواء الباردة فإن هؤلاء المتطوعين لم يتوانوا عن حمل أدواتهم والبدء في إزالة الأعشاب والأتربة عن المكان مهمة تحتاج مجهودات مكثفة من أجل المحافظة على الآثار الثامنة المنتشرة على رقعة جغرافية واسعة مدينة لبدة كأحد المدن الأثرية الموجودة في ليبيا مهمة جدا بالنسبة للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية لكن وجدنا أنها تعاني من الإهمال وتحتاج إلى كادر كبير جدا لتنظيفها نظرا للاتساحة ونظرا لما تمثله هذه المدينة تعتبر كمورد اقتصادي مهم بالنسبة للمنطقة وبالنسبة لليبيا ككل حملة تنظيف مدينة لبدة الأثرية وتشجيرها مبادرة شجعت عددا من مؤسسات المجتمع المدني على وقف تمدد الأعشاب التي كادت تغطي جمال أثار المدينة ووضعوا مكان التفليات ورودا على أمل أن تزهر في وقت قريب وتبعثا برائحة أمل جديد وتحمل رسالة للعالم بأن ليبيا ليست أزمة أمنية وسياسية فقط بل عراقة وأصالة وجمال وقبل أن ننهي هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها المؤتمر الوطني ومجلس الواب يتفقان على إعلان مبادئ لحل الأزمة ينص على العودة إلى الدستور السابق وتهيئة المناخ انتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان اشتباكات بالقرب من محطة الخمس البخارية وإصابة أحد الخزنات والشركة العمل الكهرباء تقول أن الاشتباكات أدت لوقوع أضرار بالمحطة وتوقف وحدات إنتاج الطاقة عن العمل ومقتل شابين في منطقة العزيزية إثر محاولة مجموعة مسلحة سطوة على سيارتهما ووفد من بني وليديا توسط للمصالحة بين ورشفانا والمدن المتضررة من إغلاق الطريق الساحلي دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة